أنا في الحقيقة بحاول أستغلك يعني أكتر استغلال ممكن يا كريم يعني بحكم تواجدك هناك فخلينا أسألك برضو كمان سؤالين أول حاجة عايز أسألك على قائمة المنتخب اللي تم الأعلان عنها من قبل كارلوس كيروش النهاردة هي قائمة المبدئية اللي بتتكاوى من 40 لعب يتضمنوا 8 من عناصر النادي الأهلي هل في متابعة للقائمة دي من قبل لعب النادي الأهلي والجهاز الفني ولا محدش تطرق لها يعني هقدر أقولك أن المتابعة هتتجه للجهاز الفني اللي كانت نتساعد عبد الحفيز لكن الحقيقة كل اللعيبة عندها هدف وحيد هو المباراة وأجواء المباراة وتحديدا بطولة السوبر فقدر أقولك أن يتم الحديث في هذا الأمر عقم انتهاء البطولة اللي إن شاء الله بإذن الله نقدر نرفع الكاز بها لكن كل الأحاديث وكل طبعا أمور الخاصة بيه اللعبين والقائمة مين متواجد مين مش متواجد كل دي الحقيقة يمكن بتدور في زين الجهاز الفني والأحاديث طبعا مستمرة سواء بالخلال طبعا توجدهم في المطعمة وتوجدهم بشكل عام لكن لعبة النادي الآلي قفل على نفسها بشكل كبير جدا وعرف أهمية المباراة وعرف أننا لابد أن نركز في هذه الأيام الدقيقة والقليلة جدا ومن بعدها إن شاء الله لكل حدث حديث لعبة النادي الآلي عرف الأهمية وعرف القيمة وعرف أهمية المباراة فإن شاء الله بإذن الله ربنا بس يعني يخليهم على هذا التركيز الكبير اللي هم متواجدين فيه ومنها إن شاء الله يوم الأربعة بإذن الله بأجواء وبالجو والتقس الحقيقة عايز أتكلم عليه وقت معاك بيل تقس التقس مميز جدا يعني الصبح بيكون شمس توقيت المباراة يكون تمانية مساء طبعا هنا بتوقيت قلدوحة الجو لا الجو فيه برودة شوية وده يمكن يساعد لقائبة النادي الآلي أنا مقدرش نقول فيه رتوبة أو فيه جو يصعب شوية المأمورية فإن شاء الله بإذن الله كل الأجواء والمناخ الطائب اللي احنا عنشف على استعدادات المتواجدة لفريق النادي الآلي يكون مرضودها كبير إن شاء الله يوم الأربعة وسقطنا كبيرة بإذن الله أن احنا نقدر نرفع الكاس في ملعب أحمد بن علي بإذن الله كريم طيب آخر حاجة بقى دلوقتي عايز أعرف جزئية الحضور الجماهيري قليلة حضور الجماهير ونسب الساعة أو الساعة الرسمية بالنسبة لأستاذ أحمد بن علي هل محدد نسبة معينة من الحضور في الأستاذ ده وبرضو عايز أعرف هل جمهور الأهلي مثلا مخصص ليه عدد معين من تذاكر مقابل جمهور الرجاء ولا الموضوع عادي اللي يقدر يشتري تذكرة يحضر يعني هقدر أقولك إن استاذ أحمد بن علي طبعا بيسعى إلى أربعين ألف مشجع يعني النسب الأكبر والتذاكر الأكتر طبعا رحت ليه جمهور النادي الأهلي الجالية المصرية الحقيقة هنا داخل قطر كبيرة جدا وجمهور النادي الأهلي هو الأكبر طبعا شفنا التواجد الرائع المميز لمنتخبنا الوطني لكن يعني هقدر أقولك خلاص كله هي لعت شرط المتخب مصر وهي لبا شرط النادي الأهلي يكون متواجد في المدرجات لتشجيع للنادي الأهلي فيمكن الحقيقة اللي هيكون متواجد هنا هو كان بيشاهد وبيتابع فأقدر أقولك إن القيمة الأكبر طبعا هي بالمنتصف حين تقولك مثلا 20 ألف و20 ألف من низبة طبعا ليه جمهور الرجاء لكن الـ 20 ألف يكونوا متواجدين من جمهور النادي الأهلي على الجنب الآخر ممكن يكون في عدد كبير من جمهور الرجاء لكن ما يوصلش إلى 20 ألف في المدرج إن شاء الله بإذن الله جمهورنا يكون السند والدعم يكون كلمة السر كعته في كل المباريات وتحديدا في البطلات اللي بتسعد ملايين الجمهور أو مئات الملايين من جمهور النادي الأهل يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود الوافر في الحقيقة وهذا الكم الهائل من المعلومات والكواليس اللي بتتعلق بالأهل في الضوحة واستعداداته لمباراة الرجاء بشكرك يا كريم شكرا جزيلا زمان العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي من قطر كما معنا على الهواء مباشرة نتمنى بشكل كبير جدا على البعثة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريقنا